معظم أنظمة الرعاية الصحية في معظم دول العالم تواجه تحدي نقص التوفر للمتخصصين الطبيين مما يجعل من الضروري توفير التشخيص الطبي الصحيح ذو الكفاءة العالية اللي يساهم في توسيع دارة الوصول للرعاية الصحية عيادة جميل هي مركز الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية في معهد ماستشيوستس التكنولوجيا تقوم بتسخير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإحداث ثورة في مجال الكشف عن الأمراض واكتشاف الأدوية والعلاجات الجديدة بدعم من مؤسسة ولكم ومجتمع جميل توفر عيادة جميل أحدث الأدوات لشبكة من المستشفيات في جميع أنحاء العالم ميراي الأدار رائدة في التنبؤ بسرطان الثدي في عيادة جميل وهي عبارة عن نموذج يعتمد على تقنية التعلم العميق وهو مصمم للتنبؤ بسرطان الثدي من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية يمكن للنموذج التنبؤ بإمكانية نمو خلايا السرطانية في الخمس سنوات المستقبلية تعمل عيادة جميل من خلال شراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتطوير نموذج ميراي وإجراء اختبارات مشتركة على كفاءة النموذج لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية يعد المستشفى صرحاً إقليمياً رائداً في مجال البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية ويتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية بهدف استخدام كافة التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الرعاية الصحية المقدمة ويعمل المستشفى على تطوير أداء النموذج على نطاق واسع من المرضى والهدف من ذلك هو تعزيز الرعاية الوقائية للمرضى وإحداث نقلة نوعية في مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتواصل عيادة جميل تطوير المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز شراكة العمل المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال العديد من المبادرات منها التنبؤ بإصابة المريض بسرطان الرئة مستقبلا ترجمة نانسي قنقر